موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم كل يوم شيف مثل ما عودناكم عم نستضيف العديد من الطهات لنتناول مطابق متعددي اليوم ضيفنا كثير مميز هو نائب رئيس الجمعية العالمية للطهات رئيس الجمعية الإماراتية هو الشيف التنفيذي لمجموعة من المطاعم في فندق راديسون بلو في خور ديرا دبي هو الشيف أووي ميكيل مرحب فيك شيف أووي جيدا شيف ما تتعطي اليوم كلما تتعطيه يجب أن تتعطيه وكما تتعطيه لذلك ما تتعطيه أولاً، الأولى، الأولى هو مطابق متعدد من الطهات لكن كما قلت قبل، كما تعلمني، أريد أن أقوم بإمكاني مختلفة وأريد أن أضعي مرحباً لذلك، يجب أن أكون بعض المرحب في الداخل لا أقوم بإمكاني التنفيذي من الطهات أو مصر أقوم بإمكاني المطابق متعدد من الطهات وكما تتعطيه، أستطيع بعض المطاعمة وكما تتعطيه في بعض المطابق متعدد من الطهات إذن مشاهدين شيف وي راح يقدم لنا الطبق اليوم في هذه الحلقة راح يقدم لنا الباستا راح يستخدم فيها التاقاتيلي ولكن مثل ما هو عودنا سابقاً بحب يستخدم الفواكه في أطباقه راح يقدم لنا الباستا مع الروبيان أو الكريدس كما نسميه مطبخنا العربي راح يستخدم فيه أيضاً الفواكه لأنه يفضلها دائماً لدينا الباستا مع الروبيان ويقوم بحضلها بحضلها ويقوم بحضلها بحضلها وكما تضيفها وعندما أصبحت بحضلها أو حضلها لن أحب أن أضع الكثير من المشكلة وكما تضيفها لأنني أريد أن أمسح المشكلة والأشياء الحقيقي إذن شيف دائماً شيف أساعدك لك شيف أويع بيقلنا دائماً أنه يقوم بأطباق تحضيرها إذا كانت مكونة سواء من السمك أو الروبيان أو اللحوم ما بيكثر بهرات كثير ليحافظ على النكهة الأصلية للطبق وهذا شيء أو معلومي لازم نحن نستفيد منها في هذا المطبخ حسناً حسناً في الوقت لقد قمت بحضل قليل غالك جينجر و شلي كما أقول هناك ثلاث أشياء التي أمت بحضل في المطبخ لتبقى كما توجد الحصول لتعمل جينجر و مات لغير سمع والإضافي النتابري لديوا الناس لو كانت بجaquة صحيحة لمحة إلى كما أرئيس كما أر ông ذهب صعبم ثم أضع زوريني لأنني أريد أن أضع بعض الأشياء لذا أريد أن تستخدم هذا الأمر نعم، سألت نعم، سألت نعم، سألت نعم، سألت نعم، سألت نعم، سألت ثم سألت نعم، سألت نعم، هذه هي نعم، سألت نعم، سألت أكثر من أجل الثوم هو الطعم الأساسي يعني هو الطعم يجعل طعمي مركز وكثير مفيد أيضاً استخدم الزكيني هو من فصيلة الكوسة نحن نسميه في مطمخنا العرب أكثر شلي أكثر شلي إذا أردت أكثر من أجل ثم تضع أكثر شلي أكثر شلي أحب أن أضع أكثر شلي أكثر من أجل وزينجا أحب أن أصابه ثم أضع أكثر من أجل ثم تضع أكثر المحطة لتبدأ الأكثر مفيدة قبل 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 أن تشجد الجنجاب، فقط تقوم بحصول الجنجابي تخلقها وفاقها وفاقها مع ماء وإذا كان يتزوج ماء في الوصول وهذا يكون ممتازاً إذن شيف ويهون يعطينا معلومات قيمة عم يقولنا أنه الجنزبيل هو بحد ذاته صيدلية متكاملة في المنزل هو دائما بفضل يتناول الزنجبيل يقوم بغلي شرائح الزنجبيل قبل أو في في الليل بحب يتناولها دائما في الصباح الباكر الجنزبيل جدا مفيد لصحة الإنسان Okay, so in the meantime I've cut the carrots and add the carrots in there You've seen I didn't boil the zucchini and the carrots before because I don't want it too soft You don't want to lose the benefit. I want to have a little bit of bite in the vegetable when it's ready Perfect, then we just keep it on the side, keep it warm for the dish when it's ready Okay, here's the pasta taggetelli I've boiled before. Again, when you boil the pasta, make sure it's not 100% cooked That it still has a little bit of bite. When you... al dente, exactly. So when you cut it, that you see a little white You have to see a little white line. Then the pasta is perfect Okay, this is a good idea. You can see it. We always say that when we cook the pasta, we don't cook the pasta in a whole way Even before the experiment, if we cut the pasta, we can see that there is a small white line That's called al dente All right So... This is enough for one person This is enough for one person Now, because I haven't heated the pasta separate, so I put just a few drops of water Basically, just to help to heat the pasta because if I keep it now in the pan like this, then my vegetable will color too much, will burn I don't want it. So I want the pasta hot So by the time the pasta is hot, the water will be gone again It's just a little bit to heat it So, we put a small little bit of water So, we put the pasta in the pan like this We put the pasta in the pan with the pan But when you return to the pasta to the temperature, the pasta will be drained, and it will dry for a second time Here we have the rubeyan ready Obviously, if you want, you can, if you want to do better, you can do a little bit of chicken stock or vegetable stuff and you have a little bit more flavor, but it's not necessary لأنه لديهم جميعي بشكل مرحب وغرق لديهم جميع المرحب لذا فقط تبعي صلت ومباب ملحباً أفضل على صلت لأنه أفضل كما قلت أفضل لذا فقط تبعي ثلاثة حارة هذا هو المفتاح يستخدمها جيدة ويقول أنه يمكننا أن نستخدم أساس الدجاج أو أساس الخضار ولكنها ليست قاعدة أو غير مهم أيضا فينا نستخدم الثوم والبصل هو نكعة التي أعطيناها بهذه الطبقة في الوقت لديهم أكثر مرحباً حسنا حسنا يمكننا أيضاً هذا يستخدم أيضاً أيضاً يمكننا أن نستخدم طبقة عبارة أحسناً 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 لأنه يمكننا أن نستخدم الزبدة أو أن تستخدم الزبدة أو أن تستخدم الزبدة والطماطم والبروكلي والسلوقة 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 اللي هي البزيلا الخضراء so this actually I I blanched with the broccoli and the snow peas I blanched them before and I just finish them off I just make them warm again now especially the broccoli and the snow peas we are just few seconds snow peas really you don't even have to blanch snow peas is the best if you just have them sorted them off in the pan the same with the sherry tomato but the broccoli should be cooked and you can eat it also but I prefer broccoli when it's when it's when it's actually cooked but it's a it's a matter of a matter of taste so again just a little little salt pepper is fine and basically we are we are ready we are ready to go you go with the pasta first everything is hot yes we go with the pasta first okay no sauce to waste to make sure I have everything everything on the plate okay okay and I go shrimp go with the shrimps very nice just to spread them out around the plate nice healthy vegetable and if you know me if you know me how to cook then you're wondering what will be what will be missing now we will be seeing the fruits absolutely and they will be there and now I just put a few a few a few a few a few and a little bit I love mango especially now the season the season starts now we we do have in Dubai we do have all the fruits and vegetable in Dubai the whole year I know but it's a it's a big difference when the when the vegetables and the fruits is in season من المكان يأتي من المحطة تقريباً ما الذي يأتي من المكان ما هو السعيد لا يجب أن تحسين محطة لذا عندما تأتي الفرود ما هو من المكان يجب أن يكون مفيداً وكذلك لأخذ من المكان من المكان الكذبرة طبعاً شيف عبي قولنا تناول الخضار و الفواكه في موسمها وخصوصاً الفواكه التي تأتي من الأماكن بعيدة هو بفضل دائماً الفواكه التي تكون بنفس الأقليم أو نفس المناطق تحافظ على نفس أنكها هذا الطبق قدمني يا شيف عبي هو طبق الباستة مع الخضار مع الصوس الحار والحلو مع الروبيان والفواكه موسيقى مشاهدينا الأعزاء رح نطلع لفاصل صغير خليكم معنا موسيقى 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 ماذا تضعون الآن؟ حسناً، الثاني هو بطاة من صلات محطة محطة وصلاة كينوة حسناً، لقد قمت بها لقد قمت بها، لقد قمت بها أفضل بطاة، 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 بطاة بطاة، بطاة، وشيز حسناً، لقد قمت بها انحتاجها، بطاة كنت تفعيل، ن Cooperam شبابي يمكنك تعند إذا كانت شبابا أي شيخ إذا لا تحب الجزء كبير فإن يفضل جيدة على أسرقه لأنه يستعمل جيدة تشيف هنا يستخدم جيدر تشيز، يمكنني إستخدم جبنة المنتال إذا لا نحب جبنة الأجباني، بيكون طعمتها معززة، يمكنني إستخدم جبنة الموزاريلا، وهي طعمتها خفيفة أضعها فأريد أن يقوم بحضر المفضل هل يحديث على النجاح لأنه لدينا الليل تجربة من المشكلة وحسناً لأنه يكون المفضل لأنه يمكنك أن تضيف يوم الهدف لنهجوم ولكنه لن يكون المفضل للنجاح فإن كان مهمة لا يمكن أن تكون مفضل لذلك مهمة لكن البصل مقشرة لا يوجد مشكة بالتلاجي لأكثر من يوم بينما إذا كان البصل مقطع فأكيد رح يخرب البصل أو رح ينسميه إحنا بطلع ريحة مش كتير كويسة بالتلاجي وبينزع المواد الثانية الأخرى The mashed potato here Chef you are using the left over This is here. I decided actually to do the dish because I saw we had the mashed potatoes from yesterday left which are still good. So I make it I decided to make a dish out of it So spring onions which you can again you can use spring onions you can use chives or even if you like to use different herbs if it's like if you like coriander also it's also possible to use Here you give solution which is all the all the ingredients which is left over to make one nice dish Yes, because it's not it's not always when we have a little bit of left from the lunch or dinner that we have to discard it we have to throw it. That's a lot of things which can be used a day after Obviously we need to be very careful what we use, what we keep because food safety is very important and some of the items really should not be kept for the next day sure So here we have to use all the ingredients we have to use a lot of ingredients from before a day we have a little bit of salt we have a little bit of we have a little bit of we have a little bit of the ingredients we have a little bit of the ingredients okay when we season we need to be very careful here because I have salt in the cheese I have salt in the turkey bacon of course so much potato actually we have season before so I don't add any salt any salt here because I have more than enough we have a little bit of a little bit of flour this is finished chef yep okay now the next step I do by hand so again I I give a little bit of a little bit of flour this is finished chef okay sure and for the for the when you cook the patties don't put too much heat just to to low low heat okay now 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 do you want to hear any oil just a little bit of oil or butter is again okay you can use whatever you yes we have a butter here actually so so let's put them we put them we put them a little bit you can if you want to make them a little bit more tight a little bit harder then you put a little bit more flour or a little bit of cornstarch inside the mix but I I don't want it I want them soft and even when they're cooked with with cheese inside it gets even 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 softer so when the cheese melts then so we can use a flour we can use a starch yeah flour or cornstarch see if you if you put flour you need to make sure it cooks long enough because if flour is raw you can taste it we taste the raw flour it should always should always be always be cooked so cornstarch you don't need to cook so long we have a small flour we have a small flour that doesn't need a lot of flour but we're using a small flour here so we want us to be prepared to use these ingredients so we can not feel the taste of flour as we mentioned also the flour flour must be not very hot so it doesn't you can also if you like you can add an egg to the mix if you want but it's not in this case for me it's not necessary so sometimes in the kitchen less is more it's not necessary to put too many things too many flavors yes yes chef you can take this and I think that is enough for chef we're saying that we can add the flour flour but it's not necessary if there are people who don't like the flour 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 so it's not necessary this is finished chef ok yeah voilà so this is finished so and we said i do a little bit of a quinoa salad i have a pre-cooked the quinoa ok we have the quinoa we are eating the quinoa we are eating the quinoa in this program we are talking a lot about quinoa because the quinoa is healthy and it is also a new product in our Arabic and it is a great food price just bell peppers and also i put a few spring onions because i like the flavor of the spring onions it keeps a little bit of a kick it's something because you need everywhere you need some kind of something and i like to use spring onions ginger stuff or lemon grass for example which gives you a little bit of a kick of a kick and this is quinoa it's season it before or just it's just it's just boiled and obviously whatever if you whatever you boil you need to make sure you have a little bit of you have a little bit of salt in the water always ok to make sure you have a little bit of taste chef what you add now i put a little vinegar and i put a little bit of honey and a little bit of salt and and pepper again very very simple so i just have the quinoa the bell peppers spring onions обzer we some fruits some fruits some fruits عالي للأطباق بطريقة الثلاثة يمكنك تفعل كل ما يحب وكل ما يحبك أرى الكثير من المصدر وقد أرى أنه يكون مفيد مفيداً مفيداً الثلاثة الثلاثة لذلك هي مفيدة يستخدم الخوخ اليوم الصبح هو يشاف أنه استلمنا نحن في الفندق هذه الفواكه الطازجة وحب يستخدم الخوخ مع كل المصدرات يجب عليك أن تظهر مفيداً 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 ثم تستخدم مفيداً 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 هذا صحيح هذا صحيح إذن شاف عم قلنا أنه شو الفواكه الموجودة بالسوبرماركت ونحن فينا نستخدمها هنا نحن 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 نفيد شكل جداً رائع و جميل لذي تحمير هذه البتاة فستخدم أول بتاة شف مفيداً مفيداً ثم نضح نسخة سچة نضح 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 زيت الزيتون زيت الزيتون دائما مهم بالسلطات يعطينا طعم مميزي وهو مغدي جدا مفيد أيضا للبشرة مفيد للمعاء مفيد ثم اصدقى صوصة 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 للمعاء يوجد فرش يوغرط ثم نصدق نضع رمان مع الروب رشي صغير من الملح مع رشي بسيطة من الفلفل ويقوم بمتازل مفيد أحب أن أفعل ذلك مع شايفز لكن شايفز مفيد مفيد هو يحب يستخدم فيها شايفز ولكن الأوراق الكذبرة البري إذاً هذا الصوص جاهز بصفات جميلة عم بقدمنا إياها حقيقة شايف شايف جميل جدا طبق متكامل ذات قيمة غذائية عائلي من الأشياء اللي كانت عنا موجودة بتلاجتنا من قبل بيوم عملنا منها طبق مميز طبق جميل شايفز أخبرتك أولاً إنهم جميلة لأنهم جميلة لأنهم جميلة لأنهم جميلة 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 في بعض الهواء إنه ممتع جميلة لأنهم جميلة جميلة إنه ممتع جميلة هناك في هذا القرام إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الوصفات يلي قدمنا إياها الشيف أوي إن شاء الله تكونوا أخذتوا معلومات واستفدتوا منها راح نشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة وشيف جديد وانطرونا للحلقات القادمة شيف نحن 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 شكرا لدينا هنا أريد أن أشعر ترجمة نانسي قنقر